بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كتير عما تبعت تسأل على موضوع سفر للخليج. فبصف تعيدوا في جمعية التفكير في الهجرة. فاولنا نعمل فيديو للموضوع دول. اولا عشان تسافر للخليج حاجة من الاتنين. تمام? الاسلوب العادي ان انت بتبعت سفيد بتاعك لكل الشركات اللي موجودة في الخليج. بذات الدول اللي ممكن تركز عليها الامارات قطر عمان البحرين وبعد كده الكويت والسعودية. يعني عمان والبحرين من دول الناس كتيرها بتستريح فيهم في السفر ليها وجده. تمام? اكثر من الكويت السعودية. ويعني ده ده حصيات رسمية. طيب. بتاعوا تبعت سفهات ما بتيقسي كل يوم تبعت مثلا خمسة تلاف رسالة ملايات انت ما مدفعش حاجة. يعني مش تدفع فلوس مجرد بتاعوا تبعت رسالة للناس. وما فيش حاجة اسمها عبعدت كتير. لأ انا قبل كده بعد يعني اول سانة اشتغلت. كنت عملها بعد سفهات. ولايت ناس بتصل بيها بس انا بعد تسعة شهور. فانت لما تبعك ما كبيرة. تمام? اكيد في شركة مشاركات هتتصل بيك وهتقول لك مسلا تعالى هتبتع لها بمعانة ترديوه. طيب كام وكده. يعني هيدا يدخل معك بها في التفصيل. فدي الطريقة اللي انا عملتها وناس كتير عملاتها وكويسة جدا. بس لول الممرة احنا ايقاسي. وبتعمل سيرش على نتيجة مثلا تكتب شركات استشارية في المراد. زي اكتبات استشارية في قطر. وتشيرك في بعض المواقع. وممكن تعمل سيرش مثلا في لينكت ان. في مواقع توظيف بتحط سبيل بتاعك. يعني اسعة. وربنا هيكتب لكثير ان شاء الله. هتلاقي شوية فيديوهات في الديسكريبشن. في شوية رابط كده كويسة ان شاء الله تقدر تستعين بيها. في ان انت تدور على شغل بإذن الله. تمام. في طرقة تانية. وهي طرقة مخاطرة جدا في الفترة دي. يعني الناس كتير كتير كبتتعملها زمان وكبتتجي بمتيجة دلوقتي صعبة شوية. ايه الطرقة التانية? الطرقة التانية ان انت تسافر للبلد دي على حسابك. وتدور على شغل في المكان دوت. لها مزايا ولها عيوب. العيوب اولا ان انت متكفل بكل حاجة. متكفل بالطيارة وتشير الفيزا وتسكن عليك والحاجات بتبقى غالية جدا في الغربة. يعني في الفترة دي ما نصحش بها. وممكن في ناس بتعملها وربنا بيصل وبيعوا تدور. بس هي في فترة كبيرة. لو انت عاد في مكانك ومستقر وفي شغلانة خلاص خد الطرقة الاولية ان انت تتعمل على النيت وشوف الوظائف. لو في مشاكل وفعلا خلاص جابت درافها معاك ويعني خلاص من وضوع متوقف ممكن تاخد الريسك ده ده تمام. انا في الحالتين مش مستفيد حاجة بس انا يعني بنصحك الراجل الليه. الطرقة الاولية اضمن بتاعت في بيتك وعملت باعت ايميلات وتتكلم الناس لحد ما انجل لك شغل. الطرقة التانية بتشتري كيزة للحاجات دي مفروض بها حدود عشر تلاف جنيه. اه اقل اكتر بس بلا ناس شهدها ثمانين الف. ليه? هي سعرها اصلا اهلم كده بكتير. يعني الراجل اللي هو ببيعها بثمانين تلاف بكسبان فا كتير. فا يعني ما تشيرش فيزها بالاسعار الغالية ديها توسأل كذا مرة قبل ما تفع فلوس. وفي بعض شركات مثلا بتقول لك هنصفرك و هنشغالك وبتاع. خليك ماسك عادة في ديك. يعني اقول له طب هادينا عقد في ديها قبل ما سفر. لان في بعض ناس بيبعتك وتروح وبتلايش حاجة. طيب المرتب. ما تفرحش ان مسلا عملة الكويت بتسوي خمسين جنيه مصري بفضل الراجل يعني انا اسف ان قلت راجل يعني. يعني العملة زي نهار فما تعرضش تتحول. فاسباجة مسلا انت تسبقى ملياردير في شهر. لا. انت تساش ان انت تتصف كتير جدا هناك. تمام يعني مسلا في قطر. السكن اللي هو العادي. اللي هو مسلا لو سكن لوحدك في وضة وحمام. هتبقى في الفين ريال. الفين ريال لما تحولنا المصري يعني ستالاف جنيه مصري. ما فيش حد بسكم ستالاف جنيه مصري. فانت اعرف ان في حاجة كتير هتفصل منك في الغربة قبل ما ترجع. تمام? يعني انت ممكن مسلا ان يقول لك خمس تالاف ريال فتروح قال لي هيا هصرف لمسلا عشر تالاف جنيه وحوش مسلا خمسة وعشر الف مصري. لا ما بتحسبش كده. هي بتحسب ان انت وانت في قطر بتصير بالقطر يا. مفيد انت في الامارات بتصير بالامارات وانت بالكويت بتصير بالكويت. فبتلاقي مبلغ امير جدا تانيما من نص المرتب ممكن يديع على السكن. تمام? فانت لات انت بتعمل حسابك في ان فيه فلوس كديرة بتصير في هناك. هنبدأ اني نجزقهم شوية. تمام? فانت ما تعدش تقول لا ده مبلغ هو هتحول له المصري. بتحول مصاريف لمصري. المصاريف هناك. تمام? ازازة المية بالريال القطري بخمس جنيه بالتلاتة جنيه مصري. فهنا بتحسب بالقطر هناك. هتدخوا المحل مسلا واجبت جاهزة. هتصفح بالقطر يا هتصفح ماك في مصاريف حاسي حسابك في 50 ريال اى هتبعد مسلا 151 مصري واكبر اليها مجرد بس ايه مكبوس بس رز على ربع فارخة وحاجة زي كدده تمام? فطيب تعالي نشوف بس ايه المصاريف موسكن تسير بها ديه لانت شنق مثلا انا عاد شقة مثلا 2 و صغالة بـ 4500 قطر ممكن تجيب شقة انت اكبر انضف اصغر بتاع يعني ده ده مغير العفش بـ 4500 فده ممكن مثلا تلاقي حاجة مثلا بالعفش مثلا بـ 6000 ممكن معا هتعد في قوضة وحمام هتخشها مثلا في الف ونص مثلا لو انت ساكن مع صحابك ممكن كل واحد في قوضة مثلا سبعمائة ريال مثلا اربعة في قوضة الاكل الشرب قول مثلا في حدود لو انت الوحدك مثلا في حدود 1500 الفين حسب برضو طبعا لو بتشوف سجاير بطل سجاير عشان حرام هتعد مثلا معاك العيلة مثلا هتخش لك مثلا في اربعة في 3000 او اكتر تمام السياق المهيه في حدود مثلا الفين في حدود متين او متين وخمسين ريال او درما في الشهر المدارس الاولاد في جماعة نوع المدارس في مدارس مصرية وفي مدارس بتبقى انترناشنال يعني زي ما انت عايز المدارس ممكن تبدأ من 6000 ريال في حاجة بتوصل ل 100000 ريال طبعا دي الارقام موجودة في مصر ممكن محدش باسم ايه يعني محدش فينا بيتعالى مع المدارس زي بس هي فعلا فيها سعار كده في مصر تمام الملابس في اغلب الحاجات بتبقى ماركات فتبقى غالية بس ممكن تدور وتلاقي حاجة ارخص من مصر تمام؟ اه وقبل انت كده خلاص عرفت تتكلم ازاي في الفلوز بس لازم في حاجات تسأل عليها تأمين صحي لي كل عيلة لان لو في اي حاجة حصل تقدر الله بتدفع مبلغ رهيبة تمام؟ اه فلازم اقباليك تأمين صحي وحتى مثلا لو الوظيفة كويسة وبس هفهاش تأمين صحي اول متروف تعمل تأمين صحي تمام؟ لان الاسعار غالية فعلا تمام؟ فيه ناس دفعت الافات دفعت مبلغ غريبة جدا عشان مثلا ان عايزة تعمل حاجة بسيطة او كده حاجة مثلا في السنين في زوجته تولد بتاعها فقد دفع مبلغ كبيرة بعد كده نتفع المصنع الوظيفة اه لو انت مثلا دكتور او مهندس او كده اه احرص النات الكتب لان ده سهل لك كتير مش منظرة بس دي مثلا هتجي تسافر مسلا من دولة لدولة من الخليج فيه دول ما بتحتاجش اشيرة لو انت ايه مكتوب مهندس او دكتور او محاسب او كده حاول تكتب الوظيفة بتاعتك وما تخلص اكتب لك عامل او اكتب لك حاجة تانية او قول لك لما تغيرها بعدين حاول قدر ممكن ان انت تكتب نفس بسمى الوظيفة بتاعك عشان ما تخسرش كتير تمام؟ ويرل الوفر قويس العادي او را قويس لو في حاجة شوات حابعت لهم قول لهم او قدي ولا لا بدل السكن الاجازات الديات انت تساجر الطيارة عليهم هل هو يوفر لك سكن ولا لا؟ هل هو يوفر لك سكن ولا لا؟ طب هل هو يوفر لك سكن هبقى عزاب ولا عائلي؟ كم واحد في القوضة؟ لان ممكن تفاجأ مثلا عشرين واحد في القوضة؟ ما هتعرفش ازاي؟ تمام؟ فلازم تبقى سائل وعارف كل حاجة بالمسافر هل هم عليهم الحاجة اللي هفرها لك هيبقى فيها مثلا العرش ولا انت اللي هجيبه الماء والكهرباء والحاجات ديات؟ ده هما يوفروا في السكن هبقى ايه النظام؟ طب بدل السكن طب بدل المرتبات وما غالبا بيقول لك مثلا المرتب الاساس ستين والبدلات اربعين بدل السكن وبدل المواصلات وبدل ما تشحطوا الحاجات دي كلها فلازم تبقى عارف قدية بالزبط تمام؟ التفاصيل كلها تبقى عارفة بالزبط وبيحاول يعمل كده بحيث مثلا لو انت هتمشي بحسبك على الاساسي بش بحسبك على التوتل فتبقى عارف ممكن ديكون الرقم اللي هو ايليقول لك ده مثلا قال لك مثلا عشر ثلاث وده قال لحاجة لو واحد متزوج يدار يجيب بيزوجته اللي هو عشرة تلاف ريال في كتر اغلب اللي هي بقوله على كتر بصوب ينطبق على دواء يخليك كلها يعني ففي كتر فيه قول ممكن ده عشرة تلاف ريال فلو انت قلم كده بش رتجيب زوجتك لان انت بكون بتحط في البنك كل شهر عشرة تلاف ريال قبل ما تسأله لو انت متزوج حاول تسأل في الدولة دي اقدر اجيب دكتو بعد الدين تمام يعني في كتر المفروض بيجيبها بعد ستة شهور بكون تتحول مرتفع ستة شهور بس لو انت خلصت عملت الاي دي تقدر تجيبها زيارة وبعد ثلاث شهور بتجددها وبعد ثلاث شهور تجددها يكون ستة شهور خلصه وتبدأ خلص تحول بقى من انتياره لايقامة تمام؟ اعرف الاجهازات بتاعتك ولما تاخد الاجهاز بتخصيب ازاي؟ في مثلا شركات بيقول لك لا لازم تخلص سنة اللي بتنزلك ايه من الاجهزات فاسأل برضو فى الموضوع دوت. المصلات العداد بيبدو مثلا باربع ريال وكل دون خمسين متر تقريبا بالريال. فلو انت هتعمل على تاكسيات هيتخر ببيتك. تمام? فالافضل ان انت تكون بتاعش تسوق وهتيجي هنا طبعا لازم لازم هتعمل الاختبار سواء والاختبار ده بيبقى فعب يعني حتى الناس اللي همسوا بالا كتير ساعات بيسقطه فهو محتاج بس حاجة واحدة ان انت تكون منتبه جدا للكورس لان هو بيقولك على حاجات معينة يعني في الاختبار سواء بشبيز بس ان انت تعرف ما تخبطش لجنبك ولا لأ لأ بيشوف تركيزك بيشوف ان انت ببصت على المعارات ولا لأ بيشوف ان انت يعني بتتصرف ازاي بمركز الحياة بسيطة ممكن انت نكونش اخبارك منها تمام يعني هامل حاجة لحزاب لو ما ربطش حزاب خلاص مع السلامة لو ما بصتش على المعارات وعدلتها اول ما قعدت بقلتها مع السلامة طيب ده بالنسبة للسواء تمام اه في ناس بتشغل العربية بتاعتها تاكسي عربية عادية وده بش قانوني بس بيبقى يعني بالاتفاق تمام يعني اه ما فيش مشكلة هي المشكلة ان انت تركب عربية تاكسي والرجل ما شغلش العداد من حقك ما تفعش فلوط لو هو ما شغلش العداد اه انبهه وخليه شغل العداد لان ده سيلة للشركة وده حرب تمام اه سعر البنزين اه رخيص في البلد لو انت معك العربية هتوفر كتير عن التكسيات تمام وفي موقع اسمه كاتر ليفنج لو انت عسل على اسعار العربيات او تسال عن اسعار الشواء او تسال عن حاجة كلها اه كاتر ليفنج تمام اه في جيم في كل حتة في الخليج حاول تشك في جيم عشان تلعب رياضة كده بتاع في حاجات برضو اه المستعمل بالنسبة للمرور والمخلفات في الخليج الموضوع صعب جدا وياريته بصعب عبدنا في مصر بس يبقى اه اه يزوطوا للمراتبات الاول باعكاي يخلوه بنفس الصعوبة دايش تزوادوا الغرمات وما يزوادوا بش حاجات اه كسر اي اشارة مثلا في حدود من ستة الاف ريال لخمسين الف ريال يعني ممكن تتفع مرتبك في السنة كله عشان انت كسرت اشارة اه والعادي ستة الاف ريال لو انت عملت اضرار بتبع خمسين الف اه طبعا في حاجة اسمه من نظام نقاط انت ليك تنشر نقطة لو عملت مخالفات بكل مرة خاصة منك نقطين ثلاثة تلاقي نفسك من نوع مسوقة بعد كده حتى لو انت مليار دير ممكن تلاقي نفسك مش من حاجة سوق المخالفات الرادار حاجة دي كلها غالية جدا فلو انت ماشي محترم هتلاقي البلد جدا من احتلمك لو انت كسرت اشارات او عملت حاجات غلط هتلاقي نفسك بيتخصب منك حاجات رايبة جدا ممكن تلاقي نفسك دفعت المرتبك كله مثلا في كساء اشارتين او عملت احس Beav10 في حاجة مع دول في محاجمه فانت خليك يعني مركز وجدا انك تبسوه تمام يعني حاول قدر الان انت تلاقينا على مرتب كويس اه عشان انت اعلم تحوش حول القدر الامكان مش المواد الكله تصرف مثلا في ان انت تجيب حاجة مثلا موبايل حديث لقدر عايز اجيب ايفون سفن لقد ايفون ايه تنزل هتلاقي نفسك ان انت عدت مسلا سليم في غربة وانزلت مش محاش هك خالص فقدر الامكان اوزد يعني ما تصرفش كل الفلوس على حاجات شكليات وفي نفس الوقت ما تبعدش تخنوها على نفسك وتعيش في دانك مجرد ان انت عما تحولش فلوس وبقل طول لما انزل مصر ابدأ اعيش حياتي وبتاع ممكن ما تعرفش القدر هيجي فين ما تعرفش ممكن الواحد دي مت قبل ما ينزل فالأفصو عمالي دا حياته وما بيستنتعش فين فالهدف من الغربة ان انت بتعيش حاجة كويسة وتغير جو وبكذا 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 في نفس الوقت لما ترجع مصر يبقى ليك مشروعك الخاص اللي ما يخلاش الشغل عند حد تمام اه حاول يعني تبقى في توازن بين الحياة الدينية الحياة الرحانية العائلية الشغل ان انت تتمتع بحياتك كل حاجات دي ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يعني يكون الموضوع مفيد وتكون اجامعة لأسئلة كلها بازن الله حيقول قبل ما تسافر تاخد الكورسات اللي اننا محتاجها الكورسات في مصر فعلا رخيصة نقرنا بالخليج فهتلاقي الكورسات في الخليج غالية شوية فانت قبل ما تسافر حاول تطور نفسك بالذات مسهل في الانجليزي شوف ايه الحاجة اللي هتفيدك في شغلك وتعلمها اا يعني ان شاء الله هتلاقي الموضوع ده هيوفر لك كتير بعد كده ما تسترخصي فننسخ كورس وحاول تنمى نفسك وتطور نفسك اتمنى اخر حاجة ان مصر ترجع تاني قوية واتمنى انها ترجع تاني كبلى للناس اللي عايزة تشغل او عايزة تدرس اا اتمنى مصر ترجع تاني ابنها اللي بيخرج بيبقى خارج مثلا على تصنبه محتاجين حد يدرس برا في زي الاول اا اتمنى ترجع تاني قبل انكلاب اتين وخمسين اشتركوا في القناة